بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين مرحبا بكم أبناء وبناتي في حلقة جديدة من حلقات دروس الصرف للصف الأول الثانوي والآن يا أبنائي مع أسئلة حتى نتعرف على مدى فهمنا لهذه الموضوعات التي سبق شرحها مثلا سؤال بين ما يدخل وما لا يدخل في باب التصريف من الكلمات التي تحتها خط بكل مثال مما يأتي مع التعليل عندك مجموعة كلمات أهيت تحتها خطوط فينبغي علينا أن نعرف ما الذي يدخله وما الذي لا يدخله من هذه الكلمات في علم الصرف نحن نحن لا تدخل علم الصرف لماذا لأنها اسم مبني في ضمير الفعل خلق يدخل علم الصرف لماذا لأنه فعل متصرف كيف لي أن نعرف ما متصرف خلق يخلق خلق خلق يخلق يخلق يأتي منه الماضي والمضارع والأمر كما الفعل عسى لا يدخل علم الصرف لماذا لأنه فعل معام فعل جامد والفعل الجامد الذي يلزم حالة الماضي ولا يأتي منه المضارع ولا أمر لا يدخل علم الصرف أن يشكروا يشكروا يدخل علم الصرف لماذا أو يدخلوا التصريف لماذا لأنه شكر يشكر أشكر يأتي منه الماضي والمضارع والأمر فهذا فعل متصرف الخالق نعم اسم يدخله التصريف لأنه اسم متمكن على حرف جر لا يدخله التصريف والحروف كلها لا يدخلها التصريف كيفية الكشف عن معاني الكلمات عند الكشف في المعجم يراعى ما يلي تجريد الكلمة من الأحرف الزائدة والإبقاء على حروفها الأصلية كما أخذنا يا أبناء أن هناك حروف أصلية وحروف فرعية حروف زائدة نقل الكلمة على الحروف الأصلية فقط مثلا كلمة رجال كلمة رجال مثلا كلمة جمع ردها إلى الماضي فنقول رجل وقفت على كم حرف على ثلاث أحرف هكذا راء جيم لام رجل إذن أبحث عن معنى كلمة رجل في المعجم في باب الراء مع مراعاة الجيم واللام وإن قلت باب الراء فصل الجيم مع اللام لم تبعد كنت صرابا أيضا فرجل يبحث عنها باب الراء فصل الجيم مع اللام أو باب الراء مع مراعاة الجيم واللام الكلمة المشتقة ترد إلى مفردها ثم ترد إلى أصلها فمثلا مشروعات كلمة طويلة كيف أبحث عنها هل طبعا قد يتساءل بعض أبحث عنها باب الميم مشروعات أولها ميم نقول خطأ هذا خطأ لماذا؟ لأن مشروعات مفردها مشروع ومشروع أبدأ أحزف الحروف الزائدة في الكلمة الميم والواو فأصل الكلمة من الفعل شارعا فنبحث عن مشروعات باب الشين مع مراعاة الراء والعين إذن لا تبدأ بأول حرف الكلمة وتبحث عن معجم لن تجدها في هذا المكان ماذا أفعل؟ لابد من إعادة الكلمة إلى أصلها المجرد يكون ثلاثة أحرف غالبا كما قلنا أن الثلاثة وأغلب الكلمات فيكون ثلاثة أحرف أصلية ابدأ بالحرف الأول وسميه بابا ثم مع مراعاة الثاني والثالث الحرف المحزوف ماذا أفعل معه يا أستاذ؟ مثلا وجدنا كلمة كلمة صفة أو صفات كيف أبحث عنها؟ هل أبحث عنها في لاب الصاد؟ نقول لا ابحث في كلمة صفة برجوع إلى أصلها ما أصل كلمة صفة؟ نجد أن كلمة صفة الماضي منها وصفة وصفة ثم حجفت الواو إذن أبحث في كلمة صفة باب الواو فصل الصاد مع الفاء أو باب الواو مع مراعاة الصاد والفاء أنا الآن أعود بالكلمة إلى أصلها كذلك إن كان هناك حرف مبدل مثل كلمة تراث ما أصل كلمة تراث؟ أصل كلمة تراث وراث بالواو لأنها من الفعل ورثة فتراثون مثلا القديم مأخوذون عن القدماء فكاننا ورثناه عنهم فكلمة تراث أصلها وراث فلا تبحث عنها في مادة تراثة يعني باب التاء لا لن تجدها ابحث عنها في مادة وراثة تجد معنى كلمة تراث في مادة وراثة بعودة الحرف المبدل هو التاء إلى أصله وهو الواو كما أيضا نجد كلمة سماء فسماء الماضي منها الفعل سماء يسمو سموا نجد أن فيها واوا لا من الكلمة واو والألف التي بين الميمي والهمزة زائدة فنبحث في كلمة سماء أين في باب السيني فاصل الميمي مع الواو وهو مادة سا ما وا لأنها من الفعل سماء يسمو سموا إذا كان هناك حرف مبدل حرف مبدل من حرف يرد إلى أصله مثل ألف صامة وألف سارة الفعل الماضي إذا وقف عندك على ثلاث أحرف وسطها ألف أو أخرها ألف الألف لا تكون حرفا أصليا أبدا بل لابد أن تكون إما منقربة عن واو أو منقربة عن ياء فمثلا الفعل صامة ما مضرعها يصوم صوما إذن أصل الألف واو ردها إلى الواو وقل إن كلمة صامة أبحث عنها في صاوامة صاد واو مين وكلمة سارة يسير سيرا الألف ترد إلى أصلها أيضا ونقول سا يا را في سارة أقول سا يا را فأبحث عنها باب السيني مع الياء والراء وهكذا أيضا إذا كان الفعل الذي معت آخره ألف فكل ألف لابد أن تكون منقربة عن حرف الرباعي المجرد مثل الثلاثي المجرد مثلا نبحث عن معنى كلمة بحر جا كم حرف؟ أربعة أحرف أين أبحث عنها؟ باب الدال مايش؟ الحاء الراء ماذا أفعل مع الجين؟ طبيعي باب الدال مع مراعاة الحاء والراء والجين قلها أيضا لا حرج وإن وقفت عند الراء لا حرج أيضا فلن تجد مانعا من ذلك إذا كان أحد أصول الكلمة مضعفا ماذا أفعل؟ مثل كلمة شدّة وعفّة عفّة عن الحرام وشدّة على يد الضعيف أي قواه وساعده شدّة شكلها حرفان لكنها سلاستحرف لماذا؟ لأن الحرف مضعف بحرفين فهذه الكلمة شدّة أصلها شا دا دا وعفّة أصلها عا فا فا فكّة ضعيفه فكّة ضعيف الدال والفا تصير معك الكلمة شين دال دال وعين فاء فاء أبحث عنها باب الشين مع الدال والدال أو باب العين مع الفاء والفاء الكلمات التي بها قلب مكاني نرد الحرف المنقلب إلى مكانه الأصلي ما معنى قلب مكاني؟ القلب المكاني هو تغير في بعض حروف الكلمة بأن يتقدّم أو يتأخر عن موضعه مثل كلمة حادي في قولنا الحادي عشر حادي هذه أصلها واحد يعني معروف أن الحادي عشر الحادي والعشرين الحادي والخمسين الحادي معناها واحد إذن أصل كلمة حادي واحد لاحظ معي الواو في كلمة واحد أين ذهبت؟ لن تجدها في الحادي سنجدها أصل الحادي الحادي فالواو في كلمة واحد أبدلت أو أخرت إلى آخر الكلمة ثم أعلّت بالقلب وبالقلب يا أن فأصبحت الحادي بدأ من الواحد ولذلك أبحث في كلمة الحادي في مادة واحد أين معي يا أبنائي نجد هذه اللوحة نحن نشهد أن الله سبحانه وتعالى خلق كونه وأناره بالشمس في كابد السماء وأنزل الغيفة لينضج الثمر والعشب فيأكل الناس والانعام برزق حلالا حلوا عسى أن يشكر الخالق على فضله مطلوب منك أن تستخرج من هذه الفقرة الكلمات الثلاثية وأوزنها المجردة أول كلمة نجدها كلمة الكون لا تقول خلقة نخلق فعل ماضيا الكون ما وزنها الفعل الشمس أيضا الفعل في كابد السماء كابد سبس حروف كابد اسم نقول كابد فعل وزنها نعم فعل السماء وأنزل الغيفة الغيف الفعل لينضج الثمر الثمر الفعل والعشب عشب فعل نعم وزنها فعل ليأكل الناس والانعام رزقا رزقا وزن فعلا حلالا حلوا حلو على وزن فعل وأن يشكر الخالق على فضله فضل على وزن فعل فهذه هي الكلمات الثلاثية التي كان مطلوب استخراجها من هذه الفقرة للإسم الثلاثي المجرد إذا كان مكسور الفاء ثلاثة أوزان مستعملة اذكرها مع التمثيل نعم يا أبناء سبق أن قلنا أن الإسم الثلاثي المجرد إذا كان مكسور الفاء له ثلاثة أوزان مستعملة ما هي؟ هذه الأوزان هي فعل مثل علم وعجل ورجل أو فعل مثل عنب وإرم وكبر أو فعل مثل إبل وإطل سؤال آخر زين الكلمات الثلاثية مبينا نوعها مع الضبط بالشكل السؤال في كلمة كتف انظروا معي كافة هذا الوزن كم حرف كتف؟ ثلاثة ضع فيه عين لام تبقى فعل لماذا؟ ثم شكل هذه الحروف بنفس الشكل كتف كتف الكاف فتحة والتا كسرة تمام؟ يبقى فعل كتف بوزن فعل الفاء فتحة والعين كسرة طيب دع بال كم حرف؟ أربعة ضع فاء عين لام لام تحتها كده ضع فاء عين لام لام ثم تشكل نفس الضبط هتقول اضبط نفس الضبط هتقول دع بال بوزن فعل فاكسر الفاء اللي هي بتقابل الدال وسكن العين اللي هي بتقابل العين ثم اكسر اللام الاولى اللي بتقابل الباء فتكون الكلمة دع بالوزن فعل كذلك كلمة حب رج حب رج ضع فيه عين لام لام ثم ضع نفس الضبط فيقول وزنها فعلل طب بطن كم حرف؟ ثلاثة حط فيه عين لام بس ثم شكل نفس بطن الباء فتحة والطأ سكون يبقى فعل بطن فعل طيب جخ دب جخ دب كيف تطبط؟ أربع حروف حط فيه عين لام لام ثم ضبط الحروف ستجد أن جخ دب بوزن فعلل نعم أحسنت هكذا فعلل المطلوب أيضا زين الكلمات التي تحتاجها خط وعين محذوب فيها فيما يأتي نجد المثال يقول قي نفسك وأهلك من النار بتقوى الله قي نفسك قي نفسك المطلوب منك أن تزن كلمة قي لا تنظر إلى الفعل الأمر بل ننظر إلى الفعل الماضي الماضي من قي وقى بوزن فعل إذن وقى بوزن فعل ما الموجود منه هو المحذوف؟ الموجود القاف والمحذوف أوله وآخره احذف أول فعلة وآخرها الفاء والعين تحذف فتجد أن القاف تساوي العين إذن قي ما وزنها؟ وزنها عي أحسنت صن الأمانة لا تنظر إلى الأمر ونظر إلى الماضي الماضي من صن صانة بوزن فعلة ما الموجود ومن المحذوف؟ الموجود الصاد والنون اللي هي الفاء واللام ومن المحذوف العين اللي هي الألف فقل في وزن صن نعم أحسنت قل في وزن صن فل لأن صانة فعلة فصن وزن فل العين محذوفة ولا تخن من ائتمنك ولا تخن من ائتمنك لاحظ أن التأديس إذا أصلا مضارع الماضي من كلمة تخن خانة فيها ألف ألف تقابل عين الكلمة إذن كلمة تخن ما وزنها؟ نعم وزنها تفل تخن وزنها تفل لماذا؟ لأن العين محذوفة تحزف أيضا في الميزان كلمة أسمه فوق الصغائر أسمه أي ارتفع ارتفع فوق الصغائر فاسمه هذه ما الماضي منها؟ لا تنظر إلى الأمر بل أنظر إلى الماضي الماضي من أسم سماء يسمو فكلمة سماء سين مين ألف إذن على وزن فعالة ماذا قلنا؟ قلنا اسمه بحسف مين؟ بحسف الألف اللي هي أصلها واو فاحزف ما يقابلها وهو اللام فتصير كلمة أسمه بوزن أفعو أسمه بوزن أفعو كذلك كلمة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع كلمة دع الماضي منها ودعا أي تركا أين الواو اللي يسوي فائل كلمة محذوفة احزف الفاء فإذا كان ودعا وزن فعلا فإن دعا بوزن عل بوزن عل سؤال سؤال آخر هاتي كلمات على الأوزان الآتية وزن إف عو على مثل إعشا وشبه وزن إفتعال أمسلة كثيرة جدا مثل كلمة ابتكار فعلة مثل ضحرجة وسوسة طب وزن عل انظر إلى كلمة يكون فيها العين الفاء محذوفة الفاء محذوفة مثلا كلمة أخذ ما وزنها يا حبيبي أخذ أخذ فعلة طب هات الأمر منها خذ بوزن عل نعم تحسب الهمزة اللي هي الفاء فتكون عل مثل تخذ إفعي إيه بحس عن كلمة حذ في آخرها زي كلمة إرمي أو إفعي زي كلمة إرمي مفعلة مثلا مشكلة مفعلة يعني فاعين لام أصلية زود نين في الأول والتاء مربوطة في الآخر فتب شكلة مشكلة مثلا فاعفل لابد أن تكون الكلمة معك هنا فاعفل تكون رباعية مجردة رباعية مجردة وتكون من تكرير الحرف الأصلي مثل كلمة فاعفل مثل لم لم فاعفل مثل لم لم سؤال آخر ما وزن كل من وسوسة ولملمة وما الفرق بينهما هذا سؤال جيد ويحتاج إلى فهم واستنبار الفعل وسوسة الفعل وسوسة ما وزنه وزنه فعل لا سهل لماذا لأن حروفه كلها مجردة وسوسة وليس هناك حرف مزيد فيها فوزنه وليس فوزنه فعل لا أما الفعل لم لم فقد قلنا سابقا أن فيه رأيان أن فيه رأييني الرأي الأول أن لم لم كوسوسة وزنه فعل لا وزنه فعل لا الرأي الآخر أن لم لم مزيد بتضعيف أحد أصوله فاللم أصدها لم ما زودنا لم أخرى فأصبحت لم لم وزن نعم أحسن فالفلا لم لم وزن فالفلا لأن الفاء مكررة مرة أخرى في أي مادة يكشف عن معاني الكلمات الآتية في المعجم الوجيز انتبه معي إلى مثل هذه الأسئلة فلا يخلو منها امتحان كلمة قائد أين أبحث عنها في المعجم الوجيز هاتي ماضيها ماضيها قادة نجد فيه ألف الألف لا تكون حرفا أصلا أبدا ماذا أصنع لا بد أن تقلب الألف إلى واو أو ياء كيف أصل إلى أصلها واو أو ياء عن طريق المضارع أو عن طريق المصدر فنقوله في الفعل قادة يقود قادة يقود إذن أصل الألف هنا واو فأبحث فيك عن كلمة قائد في المعجم الوجيز في مادة قا ودا باب القافي مع مراعاة الواو والدال طب كلمة يهاب يخاف كلمة يهاب ما مضيها هابة الألف لا تكون أصلا أبدا ماذا أصنع لا بد من أن تكون أصلها الواو أو اليا كيف أصل إلى أصلها عن طريق المضارع أو المصدر نقول هابة يهاب ألف يا أستاذ المصدر يهاب حيبة حيبة إذن أبدل الألف ضعها ردها لأصلها هو الياء فيصير أبحث في كلمة يهاب في باب الهائي مع الياء والباء هايبا يهاب من هايبا كلمة قلائد جمع ما مفرده قلادة ما أصلها قال دا قال دا هذا أصل الكلمة إذن ابحث عنها باب القافي مع اللام والدالي قال دا كلمة يارث نراحظ أن يارث مضارع ما الماضي منها ورثة ركز معي يارث مضارع الماضي منها ورثة أبحث عن معنى كلمة يارث في أي مادة باب الواوي مع الراء والثاء الراء الواوي مع الراء والثاء لماذا؟ لأن الماضي ورثة كلمة إن قياد كلمة إن قياد أصلها قادة أصلها قادة فيها ألف فتقلب هذه الألف ترد إلى أصلها وهو الواو أبحث عن كلمة إن قياد في قا و دا بس كلمة قا و دا إذ دهر إذ دهر أصله زهر فهي حزف الألف والدال فتكون الكلمة الزاي والها والراء يبحث في الكلمة هذه في المعجم في باب الزاي مع الهاي والراء كلمة فرائد مفردها فريدة الزائد هنا الياء فريدة الزائد الياء فأصلها فرد باب الفائي مع الراء والدالي جزائر مفردها جزيرة على وزن فعيلة أصلها جازارا يو باب الجيمي مع الزاي والراء رياض أصلها روضة مفردها روضة روضة من راضة يبقى أبحث عنها في أي مادة في مادة را و ضا الراء والياء والضاد كلمة أخ كلمة موضوعة على حرفين نقرأها دائما أخ حرفين فقط لكن لا بد أن تكون ثلاثية ماذا نصنع فيها؟ نرد لها المحزوف مرة أخرى هو الواو فنقول في أخ آخ و يبحث عنها في مادة آخ و همزة مع الخائي والواو كلمة غاو من الفعل غوى انتبه غاو من الفعل غوى ماذا أصنع فيها؟ لا بد أن يرد لها المحزوف أيضا فنقول غوى آخر كلمة ألف وقد قلنا إذا كانت الكلمة بها عينها ألف أو لامها ألف فلا بد من ردها إلى الواو أو اليا غوى يغوي غواية يبقى أبحث عن كلمة غوى في أي مادة غاوى غاوى هناك مثلا سؤال آخر استخرج المصادر وبين أفعالها وأوزنها من الفقرة الآتية صياغة الخطبة جيدة صياغة الخطبة جيدة كلمة صياغة نعم الماضي منها صاغة فعل سلاسي إذن صياغة مصدر فعل سلاسي وهنا يا أبنائي يجب أن ننتبه إلى شيء مهم جدا صياغة إذا عددت حروفها تجد أنها خمسة أحرف كيف تقول أنها مصدر فعل سلاسي العبرة عندي بالماضي وليس بالمصدر العبرة بالماضي فما الماضي من صياغة صاغة كم حرف صاغة ثلاثة إذن كم الصياغة مصدر للفعل السلاسي صاغة كذلك الخطبة مصدر فعل خطبة يخطب خطبة خطبة كذلك مصدر جيدة ويتماز بالسهولة سهولة المضي منها سهولة 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 يعني سهولة على وزن فعولة مصدر الفعل السلاسي فصاحة فصحة فصاحة مصدر الفعل السلاسي على وزن فعالة كذلك كلمة تعميق تعميق على وزن تفعيل ما المضي منها عمق عمق تعميق كذلك كلمة استمرار الاستمرار ما المضي منها استمر فعل سداسي يأتي مصدره استفعال استمرار كلمة دفاع ما وزنها فعال أين أخذنا وزن فعال نعم في مصدر الفعل الرباعي فعلا مثل ناقش نقاش ودافع دفاع وخاصم خصام وهكذا فدفاع مصدر الفعل الرباعي فعلا دافع كذلك النهوض نهض نهوض نهض كم حرف ثلاثة يبقى نهوض مصدر الفعل السلاسي لا تكن كالطلاب الذين يعدون حرف الكلمة يقول مثلا نهوض خمس حروف فيقول النهوض مصدر فعل خماسي هذا خطأ الكلمة تعد بماضيها وليس بمصدرها فنقول في النهوض وزن فعول الماضي منها النهض نهض كم حرف ثلاثة يبقى نهوض مصدر الفعل السلاسي نهض نهوض حتى يحقق النصر النصر من فعل نصر ينصر نصرا فالنصر مصدر أيضا للفعل السلاسي سؤال آخر ما وجه الشذوذي في تملق الرجل تملاقا وحوقلا حيقانا تملق الرجل تملاقا تملق فعل خماسي مبدوء بالتاء وقلنا أن الفعل خماسي إذا بدأ بالتاء الزائدة فمصدره يكون على شكله مع ضم الحرف قبل الأخير فأسأل كم التدحرج أقول تدحرج وتقدم تقدم فكان ينبغي هنا أن يقول تملق 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 لكنه قال تملاقا وهذا هو وجه الشذوذي كذلك حوقلا فعن الرباعي على وزن فعللا فمصدره فعللا مثل وسوسة وسوسة وزلزلة زلزلة فكان ينبغي فيها أن يقول حوقلا حوقلا هذا القياس لكنه قال حيقالا وهذا الشذوذ فتملاق شزة وحيقال شزة لأنها أتت على خلاف الأوزان التي سار عليها معظم هذا الباب سؤال يقال أعطى عطاءا وإعطاءا وأنبت نباتا وإنباتا وتكلم كلاما وتكلما ما هذا نقول أعطى عطاءا وإعطاءا عطاء اسم مصدر أما إعطاء مصدر الفعل أعطى لأن أفعل إفعال وعطاء قلت في حروفها عن حروف فعلها في اسم مصدر وأنبت إنبات هذا الأصل هذا هو المصدر أنبت إنبات أما نباتا فإسم مصدر تكلما تكلما هذا هو المصدر لكن كلاما اسم مصدر فأخذنا أن اسم المصدر هو ما قل أو زاد في حروف عن حروف فعله الفرق قلناه بين كل هذه الأفعال بهذا يا أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي نكون قد انتهينا من المقرر عليكم لهذا العام في الفصل الدراسي الأول أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى أن ألقاكم في لقاء آخر في الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله لنا البقاء واللقاء أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى كل خير وأن يسهل لكم كل عسير وأترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته